السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء تعالى خلينا نشوف هنا لأسئلة مع الـ 2024 الدور الأول العلمي هنا أنا عندنا السؤال قطعة الخارجية اللي تتكلم عن التسوق عبر الأنترنت التسوق عبر الأنترنت أول سؤال يقول What does underline it? هاي الأت اللي حاط جواها خط المن تشير تشير إلى الكمبيوتر سؤال الثاني لماذا بنت الكاتب سعيدة سعيدة لأنها حصلت على كمبيوتر جديد to have a computer هنا واحد يشترك كمبيوتر على الانترنت بعدين طلع بعطل وبعدين رجع وحصل على كمبيوتر جديد وراء هالسؤال يقول عندما الكاتب فتح الصندوق وجد أقلاما لا خطأ وجد كمبيوتر أسلاكه إلى آخره ما هي فائدة الانترنت فائدة الانترنت هو حفظ الوقت والجهد سؤال خامس يقول لماذا الشركة أرسلت كمبيوتر جديد أرسلت له كمبيوتر جديد أرسلت كمبيوتر جديد بسبب لأن الأول لم يكن يعمل بسبب لأن الأول لم يكن يعمل لم يعمل السؤال يقول الفكرة الأساسية هي بالتسوق على الانترنت نجي إلى أسئلة القطع لماذا الصير في يجب أن يكون متواصل جيد لأن الناس يستمتعون بالكلام معه أرسلت كمبيوتر جديد أو أرسلت كمبيوتر جديد سميرا قرأت الموضوع عن النفض ليش تكون على دراية بالمصطلحات التقنية وراها ما هي طرق استعمال طاقة الرياح منذ آلاف السنين هي الإبحار وطحن الذرة كانوا يستعملوها بالإبحار وطحن الذرة وراها المصعفون نظروا إلما نظروا إلى بطاقة التعريف للمستخدمين كيف يمكن للشرطة تجنب الأخطاء تجنب الأخطاء بإستخدام ما هي الراحة هاي برجولار منتلنس شك أنت فيكس ريجولاري بالفحص والإصلاح المستمر يعني حتى لو ما كتبتوا هاي البداية ماكو مشكلة مهم الفحص والإصلاح المستمر وراها ما معنى الوكهوليك هم ناس يعتقدون يعتقدون بأن عملهم هو أهم من أن يترك بأيدي الآخرين هنا لدينا الورد رتب هنا راح نخلي دقيقة راح نخلي الـ تصير وراها يتكلم عن أداة الربط الوين يجي قبلها ماضي مستمر يعني وراها يتكلم عن نفس الجملة بس الإص راح تصير واز يعني تنزلها نفسها ماكو أي مشكلة بيها وراها يتكلم عن الربورت راح تصير نزل متكلم آي آس زائدا أداة الاستفهام زائدا الفاعل وهذا الصير هاد بن هنا نقول آس سياغة الجملة باستعمال جس قاعدة جس آي هاف جس زائدا تصريف ثالث هذا التصريف ذات تستنتجه من عندك اللي هي فنش لأدرينا نتكلم عن الكتاب أنهيته بالنسبة في الجملة الأولى راح نكتب اليوز توبي والجملة الثانية سصير بالماضي وراها المبني للمجهول راح نحذف الفاعل ونقدم المفعول به لأن الجملة بالماضي راح نخلي وازو تصريف ثالث وراها هنا نعدنا في الشرطية هنا عدنا هذا وتصريف ثالث الماضي التام إذا راح تصير وتصريف ثالث حالت أنه في تصريف ثالث مالتي لسليب سلبت وراها شبابنا الأعزاء عدنا الريكوست راح تصير may I may I see your ticket بعد ذلك عدنا الامبراتيف ادفايز هنا see the dentist for regular check-up يجب أن تفحص أصنانك بانتظام هنا أيضا عدنا في الشرطية بالمستقبل إذا هنا تصير مضارع بسيط في حالة أنه في don't لعدنا جمع don't have وراها شبابنا الأعزاء هنا عدنا على صياغة الجملة باستعمال make بس نحذف التول ونخلي مكانها ميت عدنا بالنسبة للقواعد القواعد الاختيارات هنا يقول أنا سوف أكون على ما يرام needing لا تحتاج أن تقلق علي هنا الفضر مذكر وعدنا اللغز اللي هو فعل فراح نخلي الwho وراها عدنا مفرد نخلي little وراها عدنا الها جوارها تصريف ثالث given هنا عدنا minute مدة مدة غير معلومة راح نخلي for فعل يفشل بالامتحان إذن لا يجب أن يفشل بالامتحان أما بالإسقاطات وكلها منتظر الإسقاطات خلنشوف يقول هاي المنطقة هي محمية طبيعية في الأردن النفايات يجب أن تحرق أو تدفن يقول جاف الجلد على ساقي جاف تور قايد اللي انهي تور استهتم بالسواح إذن هي تور قايد يقول السنة القادمة أنا أخطط أن أسجل في كورس لتطوير لغة الإنجليزية بالنسبة للتوصيلات البوث الأي مع الدي نعم مع الدي والديفالواشن تقليل القيمة إذن هي ردوس مع الاف عدنا هنا طموح يعني C want to succeed A لا ambitious آه نسينا cancel إيقاف العمل تلغى يعني stop something ambitious need C الرابعة مع C admit مع B balance رصيد total amount اللي هو E نيجي إلى الإضافات أول واحدة عجمع الاف تقلب الاف الاف ونضيف ES وراها راح مفصل في الساق تكتب need تكتب ankle أي وحدة تكتب ها depending نضفنا لها I am patient نضيف لها I am impatient هنا المراد في مراد الرسمية alerted alerted وراها الاب bbt appointment experience attend attendance registers registration نجي إلى متى محمد خضير كتب الأرجوحة عندما كان عمره 25 سنة أو تكتب بعد الصيف 67 الحرب ضد إسرائيل بس هو يريد هس الوقت المرأة جلبت الكناري من من الرجل الصيني ما هي الدروس الأخلاقية هو أن يحب أحدنا الآخر وأن نهتم بالحياة العائلية وراها كاثري ما فأصبحت محررة في الجريدة يقول حليمة والد حليمة كان قد قتل في معركة ضد إسرائيل لماذا المرأة نسيت نجمة المساب لأنها حصلت على الكناري أما بالنسبة للإنشاءات لدينا إنشاء الفصل الثامن وإنشاء الفصل الثالث والتوفيق للجميع شكرا جزيلا شكرا